مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق واحد لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط اثنان عليهم إثم التشبه بالكفار لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم ثلاثة عليهم وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة أربعة عليهم إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب خمسة عليهم إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها ستة عليهم تبعة مخالطة النجاسات المغلضة كلعاب الكلب وغيره وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته سبعة يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين ثمانية عليهم إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات تسعة كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة